ليست الإمكانيات وحدها من تدفع بالعملية التعليمية للمضي إلى الأمام فالعزيمة وقوة الإرادة حولت الحلم إلى واقع ملموس هنا في مدينة قعطبة بمحافظة الظالع حيث يتلقى تلاميذ مدرسة الفقيد الصيادي تعليمهم الأساسي في فصول مكشوفة وبلا أبواب ولا حتى نوافذ كان هناك تقاب من أخ مدير عام التربية أنه شيء تم رفع بمدرسة متكاملة لا يقل عن 12 فصل ولكن نتيجة الظروف التي تمر بها البلد نسقنا مع اليونيشوف بإيجاد مدرسة مستعجلة من هذه الشم المدارس المتنقلة وعلى هذه الهيئة حيث يفترشون الكراتين كمقاعدا لهم يواصلون تلقي التعليم وسط غياب أغلب وأبسط الخدمات باستثناء هذه اللوحات الحائطية التي عبروا فيها عن حبهم للمدرسة نطلب من كل من لها القدرة أن يساعد المدرسة ويساعد الطلاب بتواقد الكراس نجالسين الطلاب بالقاع محرومين من أبسط شيء من التعليم تحاول معلمات المدرسة التغلب على ظروف التعليم القاسية باستخدام بعض وسائل الألعاب التحفيزية للطلبة يتمكن من خلق بيئة وجو تعليمي ملائم حاولنا بطريقة وجهود ذاتية من المعلمات ترغيب التلاميذ للاستمرار في التعليم تزيين الفصول، استخدام اللوحات الحائطية، استخدام وسائل تكنولوجية حديثة بأكبر قدر ممكن لا وجود لأي أثر للدور الحكومي هنا فهذه عمارة سكنية لا تزال قيد الإنشاء وكادر تعليمي بلا رواتب كل هذا من أجل أن لا يحرم هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم نحن بادرنا كمتطوعات لخدمة المجتمع لكن على التربية، على دارة التربية، على المنظمات، على المجتمع، على التجار لو كانوا يريدون المدرسة أنهم يلتفتون وشوفوا لوضع المدرسات، أي شي قدمين المدرسات هل استفادوا أبنائهم؟ عليهم أنهم يقدموا للمدرسات شيء إصرار وتحدي يفرضه الكادر التعليمي هنا من أجل استمرار العملية التعليمية على الرغم من غياب الكثير من مقومات التعليم محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضبانة